اشتركوا في القناة تمت كتابته على اكتر من سبع سنوات وحاز بسنة ال 2013 على جائزة باك ووتر سبرايز وهو اخذ منه مقتطفات وتم نشرة بعدة مجلات وصحف بالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا اذا لكل محبي الشعر بالتحديد وخصوصا اللي حابين يقروا عن بيروت عن لبنان هالكتاب هيدا بيحكي عنه اكتر زينا هاشم بيك هيدا كان كتابنا لليوم انا محططنا التالية رح بتكون مع مارينا وفرق العالم صباح الخير خبينا سمر اكتر كيف بلشت الفكرة وقت اشتغلنا سوى كيف كان كيف حتينا الconcept مع بعض نحنا حبينا اول شي بفكرة سبع انه it's a journey نفوت العالم على عالم يعني الشخص اللي جاي عسبا يحس حاله فتح عالم تاني بقى تعوانت مع مارينا وطلعت بفكرة انه نفوت بال basic elements of life اللي هنه الود البامبو كل شي ناتشل الelements بقى كل تريتون تروم اتبعنا يا خرجها تقندا طابع خير الى ثامن معين من هولي ثامن معين مظبوط واشتغلنا اكتر شي يعني تنقينا انها كل القطع وكل الاكسسواريات وكل الاغراج يعني كنت هيكي متل كنت تفعد عم بيشتغل بس ما بصوت لان عادت عم بس اشتغلي في اوقات تحسي فيه استراس بس بقى انه عم يشتغل كان فيه جو هيكي من الفرح يعني اهنا عم نعمله لانه كنت قدمه استرسي كل نهار اهنا بين عجقات استير وبين ركدة هون وركدة هون كانت الفكرة انه نعمل شي فريد من نوعه والقطع الدكار كانت مميز يعني بس تفوت اه رأكيد هنفرج المشاهدين شوية الفكرة كيف اشتغلنا والتباس تفوتت هز حالك انتقلت من عالم استراس والعجقة ابقولوا ماين ضعي عنك شفت ضعي عنك كنت عن سمر الحق اعلى سمر حتا البردويات اللي طي انا قينيها اللي هي روس ان تابر كمان كنت بالاحراء هيدي فكرتا انه نعطي الشي مختلف يعني أوركد روم يوحدة روز روم يعني كل اودة كان عندها تعم معين وبس يجوا الناس يعني بفوتوا بحسوا حالهم عن جد بمود مختلف إن كانوا من الريحة لأن اشتغلنا على الخمس حواس بقالبس با يعني بتفوتى شو بتقشعي شو بتحسى شو بتالسمال بس فوتى والمود اللي انخلق عطينا هيك متل طابع جديد وكأني حسيت حالك عملت كمبليت قط بين العالم الخارجي والعالم الداخلي كون دول كون تحكو لكون تفرجو ناشي شوكونا هلأ بالأول هيك تحسوا الكل إنو فيه سيسفانس وشي كتير داخل أوريجينال هلأ نفرج المشاهدين راشز هلأ تشوفوا الأجواء هيدا المدخل الأساسي طبعا السبا هون حاتين البرودكت هاتين مثل بقلب علب هيك مخصوص من أزاز محطوص كل البرودكت بألمون ومستعملين الأخضر هو ناتشر الكلور مع الجرينري البوييت الجرين واذا بتشوف الخشب ما سحنا نصوب الخشب الغامع رحنا على very light bright colors يعني بتفوت خصى النصفات تحت الأرض يعني ما فيه ضوء من بره بس الألمان بتحسى حالك فراش والإندارة المستعمل إنداريكت لايث هون منشوف الريلاكسيشن روم يعني بس يطلعوا من الريلاكسيشن روم بفوتوا بيقعدوا بالريلاكسيشن روم هون إذا بيخطوا جوز أم درينك من بعد ديتوكس درينك من بعد المساج هون تحسى هيك فاصلين حتى بس المدخل وما تفوت عودة السبا كمان مفتول هولا الشموع هيدا الشموع فكرتهم كتير أوريجنالة ما فينا كل مرة كنا نغير شمع ونقضي بالجاية نققينا شمع عالبطارية بس بذات الوقت بيعتيك الإفة بحسوا ناس فيتين أراضي بمتل ما مر يعني ووكينج ثروب هيدا القوضة كانت ديو مساج روم حتين فيها المريات وعملين هيك كلها دمت كالورز وعملين جاكوزي هلا حب أنت تفوت تقعد بالجاكوزي تعمني رلاكس أنا بكرة إذا بضيطتني تكون هناك هل تجديني وإنت بس باتك تضيعي حتى الكراسي بقلب التريتمنت روم عاملينه مثل الجوستشير يعني هي ترانسبانة يعني ما في عندها ميش أو شي هيك هابتة هي تضل بفيتة مع ألوان القوضة هون كل غرفة اعتنيها تامي معين هون كأنك بشي فوريست أمشي أنا مستعملين الخدار وورا التخت مع الإدارة الإنارة المخفية وبتهسك كل قوضة كأنك هيك فنك شوي رلاكس هيدا أكيد كلنا بحاجة إلا أدمريئين بأيامنا يعني هون في قوضة سباشل تاي ماساج ومستعملين اللون الأحمر والفرشة هي بتكون على الأرض يعني اللي بتعمليك ماساج بتكون إنه في عندها أشخاص معينين بقدر يشتغلوا فيها وإذا إجع الشخص بيطلب هيدا بتكون سباشل تريتمنت فيها هون ما نشوف المستعملين الخشب هيدا خشب الزيتون مؤسسين هون وعملينهم تريتمنت ينحطوا هون أسامي الغرف إنه كل قوضة لوتوس الروز وحتين The Ultimate Perfect يعني بتحسي حالك عن جد إنه وين أنا بأي عالم وحتى شوف المريات اللي منقينينهم يعني عندهم هيك توتش فريدة من النوعة وكل قوضة فيها هيك إفاكت معين فيها سميل معين يعني بتفوتها بتشمي ريحها غير عن التانية وين في عنا كمانا فيه سوناروم إزواحة بدي عمل مش سونار أزي سولاريوم إزواحة بتعفي دل التان طبعه حلو بفوت بيعمل سونار يعني فيه فول باكتش يعني فيهم يعملوا سبار لأنه عنا كمانا محل الرياضة وبيجوا بيعملوا كمانا المساج والريلاكسنج هون منشوف هاري فلاكسولوجي بتعفي انه تريتمنت اللي لاجز is very important وهون بتعفي قوديت المانيكور فيدي كل هاده شي كتير مهم هاده اهمة نقطة وهون هيدول اللي حابينا لحط هيدول البويات هيك بتحسي بس كل ما بتشوفها خدار بريح النفسي اللي الأفضر بريح انتخابينا سامر أكتر العالم اللي راح وشايفه كيف كان انتباعه يعني بس فاته والله الـ opening كانت من جمعة تقريبا اللي لاحظنا نحنا إنه نحنا عم نعمل التور عم نخبر العالم العالم ما عم تسمع يعني هو لحاله عم بيعبر هيك مرتاحة عم بسمعنا كنو عم بيتفرج وكتير حابب شو عم بيشوف يعني كنو عم بيمشوا هيك بيتطلع انو خي انو نقلتينه وكانت هي فيه تشالنج لانو بتطلع سبا كان كله أبيض يعني ما عارفين شو بيناعمل كألوان وبذلك الوقت ما بديك تنقذ العالم لانو بتاع في بس فوت عصبال كولور التريتمنت بحذيته بلش باللون العين شو عم تقشع وقت حتينا لولنه أخضر على الحياة دقتلي سمو الضغري قلتلي أخضر شو فوتل عم بلول أخضر بتبكر بتكوني الفاكرة عم بتعمل لجردوريه مثلا بلغار بس لحظنا أكتر شي بريح بريح ولفت النظر يعني قول ما فاتو انو كيف حصه هيدا اللوك يعني الجديد انو شي مختلف وليقود استعملنا لون الرمادة استعملنا مثل الفا هيك الستون يعني بتحس حالك بتفوت لجوها مش انو بس كل القودة مدونة أبيض لانو حفاظنا على لون السقف ما كيفينا نغمي اشتغلنا بألوان الحيطان عتينا شوي هيك تنالي تتوها تنالي مريات تنكبر قد ما فينا على الغرب خاب لينا أكتر زمر كمان عن الإكسبرينس اذا واحد اجعل عندي كباتشلر شو بتعملو له شي سميته نحنا عنا دفرن تويت عنا باكتجز و دفرن برموشن و عنا فور كابلز و زي جاكوزي و عنا باتشلر نستقبل خمس أشخاص بلجيم بالسبا بيستعملوا السونة والجاكوزي والستيم والبول و كمان عنا ضايت سنتر نعطيهم سباشل فود كمانا سالد، ساندويتشان و دزيرت سو بيقضوا نهار كامل عنها و بغير وجوه بغير وأكيد يعني أنا بتعفي كتير مهم إذا عملت وقت مساج في عندكن شي بسموه سليميك مساج إذا ما أكلت أكل معي كمين ما بيساعد النهارتين فاكت لو أحد فرق أنه قعد بدأ أكل كل نهار ايه فاكتج يعني وحتى بس كانت الديزاين مع البرودوية كيف محطوطين تصيرت تطلع تقولي إنه هيك عبالي أخذ هذا البرودوية كيف معروضين مع الإضاءة حتى اللي في الفيشل روم كيف اشتغلنا على السبيس طبع القودة يعني بفوت واحد يكون مرتاح نفسيا قبل ما يبلش المساج أو تريتمن بحد ذاته لأنه أهم شي إنه هيدا كنا أكتر شي عم مركز عليه إنه الواحد بكتير مضغوط يعني كيف تفوته على بيت أوقت تفوته على بيت تقولي إنه مرتحت نفسيا بأجواء هيدا البيت لأنه كله كان متماشا مع بعضه كانت هيدا الفكرة بالذات كمين بسبا يعني يروح واحد يكون عن جد مرتاح بالأجواء لأنه سبال اللي عملناه واشتغلنا عليه كان مودرن يعني مختلف عن أكتارية سبال منشوفهن حتى من ناحية كيف تحط الديتايات الصغيرة كيف بتعرض الأشياء مشان هيك يعني أنا منصح الكل اللي جلبوا هالأكسبرينيس وبدل أتشكرك ثمار على وجودك معنا شكرا لك وأنا أكيد هنتعاون على بروجيات جديدة وأفكار جديدة مرسي لأيك ثمار مرسي لأيك مارينا شكرا لك على هالأفكار الحلوة كمين رح ناخد كمين مارا بريك خليكم معنا اشتركوا في القناة